إذن هذا النهر الطويل الساخن على الحدود اللبنانية الإسرائيلية كان له عدة تبعات منذ بداية هذه الحرب إذن مشاهدين الكرام موقف وزير الدفاع الإسرائيلي المصر على إبعاد حزب الله إلى ما بعد مجرى نهر الليطاني ليس أمرا عابرا فالوزير الإسرائيلي تعهد أمس أمام عدد من الإسرائيليين ورؤساء البلديات ورؤساء مجالس البلدات الواقعة قرب الحدود اللبنانية بأن الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم مع بدء الحرب الحالية في غزة والمستمرة إلى هذا اليوم ليعودوا إلى منازلهم وديارهم إلا بعد دفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني إذن نوايا جالانت توضح جدية الموقف هذه المرة وتهدد بفتح حرب جديدة واسعة مع لبنان بعد جولات من الصراع الطويل الحدودي الذي كلف الطرفين مالا ودما عبر عقود طويلة لماذا تسعى إسرائيل لدفع حزب الله شمال نهر الليطاني؟ وما خلفية هذا النزاع؟ إليكم بعض التفاصيل جغرافيا سنخوض ببعض هذه المناطق التي تحدثنا عنها وأيضا سنتحدث أكثر عن خلفية القرار 1701 الذي خرج مجددا إلى العلان إذن في العام 1978 شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة على جنوب لبنان وصلت حينها إلى نهر الليطاني وهذه المنطقة التي تعتبر منطقة سيطرة حزب الله هذه اليوم احتلت فيها أكثر من عشر مساحة لبنان أي هذه المساحة بالكامل وبعدها وسعت إسرائيل اجتياحها في العام 1982 حينها في حربها ضد منظمة التحرير حتى وصلت إلى العاصمة بيروت إذن هذا الاجتياح امتد إلى العاصمة بيروت حينها حصرتها ومن ثم غزتها عند انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 تم ترسيم الحدود وفق ما سمي أو ما يعرف اليوم بالخط الأزرق وهو الحدود الحالية ما بين لبنان وإسرائيل إذن هذا هو الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل أو عن المناطق التي كان عليها النزاع ولازال مستمرة حتى هذا اليوم في عام 2006 أسر حزب الله جنديين في حينها للجيش الإسرائيلي ما أدى لنشوب حرب كبيرة امتدت لقرابة الشهر واليومين الحرب انتهت بقرار دولي هو السبعطاش سفر واحد القرار الذي يعرف بالسبعطاش سفر واحد هذا القرار الذي ذكرناه نص على وقف حزب الله وقف الحرب وطبعا وافق عليه في ذلك الوقت حزب الله وجيش الإسرائيلي وأيضا نص على سحب السلاح والمقاتلين في المنطقة الممتدة من الخط الأزرق إلى نهر الليطاني لكن في ذلك الوقت مما ينبغي ذكره مشاهدين الكرام تم من ناحية حزب الله رفع السلاح بشكل صوري ولكن لازال وجوده حتى هذه اليوم إذن في هذه المنطقة التي يبلغ عمقها قرابة الثلاثين كيلومتر تقريبا أراد يريدها اليوم الجيش الإسرائيلي أن تكون منزوعة السلاح ويتواجد فيها فقط حصرية الوجود للجيش اللبناني وقوات اليونفيل وذلك تطبيقا للقرار الدولي سبتاش سفر واحد والذي يتطلب بوجود المسلحين والمعدات الحربية حصرها فقط بالقوات التي ذكرناها حفظ السلام الدولي الموجودة في مرجعيون تقريبا هنا في هذه النقطة تحديدا وكذلك الجيش اللبناني الذي يتواجد له ثلاثة ألوية متوزعة على القطاعات الثلاثة الغربي الأوسط والشرقي كما ذكرناهم في تقارير سابقة إذن كما نص ذلك القرار 1701 على التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية والقرارين الدوليين 1559 و1680 بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها ضمنهم حزب الله وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة لكن منذ صدور ذلك القرار وحتى اليوم لم يلتزم لا حزب الله ولا حتى إسرائيل بأي مادة منه بل على العكس استمرت الخروقات والمناوشات بشكل متقطع إلى أن أصبحت هذه المناوشات تهدد اليوم بحرب واسعة للغاية ترجمة نانسي قنقر